موسيقى يوم خميس ونهاية اسبوع وبجد يعني كلنا مصابين بحالة من الصدمة ومش فاهمين ايه اللي بيحصل في البلد تعبت بصراحة من اللي بيحصل لكن الاحداث اللي بتحصل كتيرة جدا ومتلاحقة لكن يمكن اكتر حكتين لفت ونظري امبارح انه فيه فوتنج معمول على مان اوف دايير بالنسبة لمجال البيبول والسيسي واخد 55% ضد اردوغان فهو اردوغان واخد 45% ياريت نخش نصوت للفريس دي حاجة ظريفة جدا لكن كانت المفاجأة الصادمة انه بعد ما الحكومة قبل ما نعدي نقطة دينا ما رأيش عنه بس انا مشايفة ان فيه وجه مقارنة اصلا مهوق ده اوكي مش دي قصة يعني مش دي قصة يعني نخش نعمل اكيد طبعا بس انا مشايفة ان فيه وجه مقارنة اساسا احنا كمصريين طبعا اكيد مش طيقين لكن الحاجة الملفتة للنظر جدا انه بعد ما الحكومة ما كانتش بترد وبعد ما مش اي حاجة فجأة طلعت وقالت انا متناسكين بقانون تظاهر وي 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 لكن اخر كلمة قالها او اللي انا واقف عندها قالها دكتور ببلاوي انه السفير الامريكي قد يلقي نفس مصير السفير التركي لو استمرت امريكا على كده والله يعني يعني يا رب دايما كده يعني دايما يحكو مش عارف اقول ايه بسرعة انا اكتر متى اكيد واعتقد انه مش عارب ان احنا نغلط ولكن العب ان احنا نستمر في غلطنا وده الطبيعي اذا فيه حد شاف انه هو غلط فوقت الملوات وحب يراجع نفسه لا بالضبط اقول مفرح انه النهاردة يا رب الناس تتفق ويبتدي التصويت النهاردة الضهر على مسوادة الدشتور لانها توزعت مبارح والمفترض ان احنا يبتدي النهاردة التصويت عليها عشان نشوف الموضوع هينتهى على ايه خصوصا انه الكلام كتير جدا في كل المواضيع مبقيناش عارفين هما الناس انسحبت من الخمسين ولا الناس رجعت ولا مين عمل ايه بجد تعب نحنا نفسنا يعني بجد عقد نافع المواطنين تعبوا نفسهم في لومة العيش محدش هيكون مظاهرات على فكرة اه بالضبط بالضبط كده بربو عليه كفادي فعل الحقيقي كفاية بقى مظاهراته محدش هيكون مظاهرات طيب انا فيه بس حاجة صغيرة جدا كنت عايزة اقولها الحقيقة حاب بقى حي جدا الدخلية المصرية حاب بقى حي جدا الشرطة المصرية انا يعني اشتركنا في 6 اكتوبر والحقيقة انه بقى لي اكتر من يوم بشوف فيه لجان وبشوف فيه كمين وبشوف فيه امن بشكل كبير جدا مجهود مبزول بشكل كبير جدا انا مش عارفة الفرقة اللي هي بتبقى لابسة الماسك الاسود دي دول القوات الخاصة اللي هما القوات الخاصة انا مش عارفة بالضبط الحقيقة التفاصيل دي انما الحقيقة انه فيه تعاون كبير جدا وفيه حاملة امنية مكثفة معمولة في المكان اللي انا سأحنا فيه كده ومصمم عليه اوي كده طب انتو لي قابلتوا بعد كده دلوقتي انه يعني سيتم النقاش مع ممثلين من نجلة الانقاذ وحركات سياسية طب ما كنا سمعنا النقاط والتعليقات بتاعت حقوق الانسان والحاجات اللي اطلبت مش عارف لي انتو طلبتوا رأيهم وانتو ما نفستهاش يعني ووافقتوا بعد كده انها يرجعوا يفتح الكلام طيقة طيب ما كان من الاول معلش مش مشكلة ان شاء الله اهم حاجة بالنسبان ان البلد تعدي من الازمة اللي احنا فيها واهم حاجة بالنسبان ان احنا نرجع مصر لينا زي زمان وزي مكانت خلونا نبتدي مع حضراتكم بفقراتنا النهاردة كالعادة طبعا هيكون معنا فقرة الصحافة هتكون مع فادي مع الاستاذ ناصر فياض مدير تحرير الوقافتي وهيكون كمان معنا فقرة عن قانون التظاهر وكل بقى الجدل اللي بيتقال عليه وكل الحاجات والنقاط القانونية هتكون مشرفان او استاذة سامية زين العابدين نائب رئيس تحرير المساء هيكون كمان عندنا فقرة تانية وهي الحقيقة مع اتنين من مهندسين البترول هم عندهم مشكلة الحقيقة غريبة جدا اتفصل تقريبا 38 موظف بيترول بدون اي انذار وبدون اي سبب افتكر انه في الفقرة هتعرف تفاصيل اكتر عن المشكلة دي هتكون ضيوف الاستاذ محمود سامير وهو مهندس بيترول ومعا زميله احمد ابو ارده وايضا مهندس بيترول وزي ما احنا متعودين كل يوم خميس عندنا فقرة عن التنمية البشرية موضوعنا نهارده يكون الثقة في النفس وازاي نعرف ناخترات وازاي يبقى عندنا الثقة في نفسنا زي ما الحكومة كده طلع عندها ثقة وطلع تردت علينا يا رب دايما يا رب دايما نواثقين في نفسنا وفي بلدنا وفي حكومتنا وفي جيشنا وفي بعضنا لان هو دايما يمكن اللي احنا افتقدنا في الفترة اللي فاتت والتخوين دخل ما بيننا بس هنخرجه 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 ما تقلقوش بعد الفوصل نبتدي اولى فقراتنا مع الصحافة تابعو